السلام عليكم أخوتي كديري لبس الليكم بخير تكونوا إن شاء الله كم بخير والأخير اليوما جيتكم في فيديو جديد بتنسونا تسمى اللايكات والبرتاجي لكيف المالعادة وتبرتاجي الفيديو مع الناس اللي قرب لكم اليوما الفيديو ديال اليوم هو الليلة عبداللطيف أيه العرافة ليلى عبداللطيف وليفت بعرافة لأنها الشيء اللي كديرو أنهم دروس وهذا الشيء كيجية باش أنهو كتعرفوا غذي التطبق هاد المرة ندر ليكم على القيطة على الانترنت أيه وطرحة هاد القيطة على الانترنت إلى التقطعات في العالم كامل مشكلة ومشكلة كبيرة لأن أول حاجة أول حاجة الناس اللي في أوروبا أو الناس اللي خارج المغرب أو في بلد آخر بس أنهم يتم تحويل الأموال ديالهم كيتحولوا بالانترنت يعني هاد الوقت هادا رجع كل شي بالانترنت ما يمكناش أننا نستغنو عليه دابا نشوفو سيدا شنو قالت قبل ما نسمعو في الأخير القيطة على الانترنت ثم مايشنو قالت بعدها شي حويج قعمت في الضق سيتم إيقاف التعليم في عدة مدارس وجامعات بالعالم وذلك بسبب حصول حدث مؤصف وكبير بيتعلق بانتشار وباء جديد وخطير غير الله أحنينتي يلا سألينا من هاد السليدات عميرنا محبوثين في الضيور كلما عمرو حفظنا نشيط الوطاني من يجات هذا المصيباء حفظنا نشيط الوطاني الله أود الله أود في الغادة شوف نشيط هاد أخرا تذوينا إيي القيطة تقول إنها سوف أشرق السمس من مغربية هاتش ليبقى عليك وكيف ما تنقول ديما نحن كان آمن بالله سبحانه وتعالى واللي در الله هي اللي غادي تكون أما هادي غير عرافة طلعته لا مزيد يعني من تقوش فيها أو أنه مخطط مثوني إن شاء الله ما تصير خلال المرحلة القادمة نشوف جامعات وماداز تجع بتتسكر هلأ أمت أو كيف ما بعلم هنا بشعر في القادية فيها إنه تثور الثيدة كتقول لك شنو غيجرة كتشد الكتاب كتقول لك الوراق شنو غيجرة وشنو غيجرة ولكن كتقول لك ما عرفتش ما رأينا في حلقة الحلقة سيد صدفة 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 توني خليفة لبناني لما أظن أنه توني خليفة صدفة تظيرها جيدا تقول لك أنت لدي شئك من بلاسة فلانية أعطيها قدوة 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 سيدة تقدم بلاستها صافي قالت لهم ما تبينوش يعني هنا البين المخطط كل ما كانت مخطط ستريح و ستجعلها مريحة بالخير ولكن هذه موراها أشياء أخرة مورا خلفها أشياء أخرة لا يمكن أن تنبأ بشي حويج و تجيبهم لاثقين لا يمكن تنين عثوا نفق لكم غدا غدا تجرى هذه غدا لا يمكن لا يمكن الغيب يعلمه غير الله سبحانه وتعالى نعطيكم مثال بحال دباء أنا هنفت البيت لا أعرف ما يخرج من طار ما سيجرى واش غانطلع واش غانعبط واشنو هم تقول الله هذه عند هذا الشيء مكتوب كما شفنا هذا الزنزال الذي وقع في توركيا وثوريا والفيضان الذي وقع في إسبانيا والزنزال الذي وقع في المغرب هذا الشيء كامل انتشر أخيرا واحد الخبار كما شفتوه قبيلة ووضي الإنقاط على الإنترنت وشكور مولاة على الخبار هذه عرفتوه أشكونا يا ليلا عبدالله صراحة التوقعات دياله يأتي لاثقين ما كتقول لك من اللي كتجي الموديعة تثوله شيء أفئيلة ما كتبغيش تجاوبة شيء أفئيلة لغا يفهموك ذلك الشيء منين غادي شيء ومن بعد ما شفت الناس بثاف أنه بتيقلبوا على هذه الخبار هذه واش بالصح واش كدوب شبكات الإنترنت سوف تتوقف وتنقطع لفترة زمنية محدودة عن أغلب دول العالم لحدث ما هذا سيصير 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 صافي ولكن نحن معنا الله سبحانه وتعالى وحاجة أخرى وتوقعت أن المغرب سيصير نص نهائي ديال كأث العالم اللي شفناه ولكن الكارثة العظمى لحد الآن كل شيء يبحث عليها هو هذا الإنترنت من اللي سيتقطع تحل لمدة دياله بشأنه سيرجع غير محدودة يعني هناك شهر عام عامين ثلاثين أربع ثلاثين ولكن رمى شيء غير هذا الإنترنت بشأنه سيأتي وتقطع لا ما سيأتي وتقطع بشأنه سيأتي بشأنه حويج بشأن الناس لا يعرفوش فمسولة لا حد بالإنترنت إنفوها تحط الحاجة هناك تصورها العالم كامل كي يشوفها من اللي تقطع الإنترنت حتى شيء اللي وقعت في مدينة ما غير في معاشخة أخر كيف مماش في نحناية ذنذان اللي وقع في المغرب بالضبط في الحوز في مراكس العالم كامل سمع به وليس ساعد كل شيء ساعد والمغرب كامل ساعد ولكن إذا مسكن لك مثلا هذا الانترنت مقطوع تم واحد ما يريد الخبار إلا المغاربة لماذا؟ لأن كلفة المغربية ستبت ذلك الشيء اللي كان يتم وتاني بعض التنبؤات اللي شبت هذه ثامثون إن شاء الله سنضر عليها واحد الحلقة حلقة سنضر عليها خاصة أنهم انقطع الانترنت وانقطع الكهرباء سيرجع كل شيء سيرجع بداي الحلاقة كانوا يحثنون بماكينة غيروا يخدمون المقف بزافد الحويج مثلا الانترنت غير تقطعتها غيروا لي والناس يترافطوا بالفراوات صراحة أشياء غريبة ولينا كنشوفوها في 2023 احنا على حلول دخول 2024 ولكن في هذه الثانة ما نتبقين أن شي حاجة غد يتوقع فالثلاث أشهر أو أربعة أشهر اللي بقى من الثانة نتمنى ما الله التوقعات والشي ديولة يكون كل شيء فاك كل شيء يكذوب لأن بعض المرات كان الناس بزاف أنهم يصدقوا الخرافة ديالها لأن هذه كنقول أنا ما هي توقعات تكسب الصح تجرى شي واحد أنه تقول لها شنو تقولي شنو تقولي حيث ترى بزاف على التوقعات بزاف على التوقعات بزاف على التوقعات وبزاف أنا تشجعوني بش أنا أنا ندير فيديو تحد أخرين وتشتركوا في القناة ويجيوا مشتركين جدا لأنك نشوف المشاهدة كندير فيديو طويل فيه ع 18 ديالة دقائق يلاك يتفرز فيه لواحد ثلاثة أربعة ديالة دقائق أوكي يا إخوان ضروري ما أخذكم أنكم تفرجوا في الفيديو من الأول حتى الأخر وشكرا لكم ونتمنى إن شاء الله تشيقى عليك إنه ما يكونش إن شاء الله